كيف منختار الجرو المناسب لقلنا مش مهم نحنا رحنا نقاينا بابي عجبنا بشكله ولا لونه وجبناه ومعطانا النتيجة اللي نحنا بدنا إياها كرميل هيك كل بابي عن بابي بيختلف إن كان بدرايفو ولا بكاركتيرو أكيد عم بيحكي عن الدوغ يلي هني working line هنتعلم سوا كيف هنميز جرو عن جرو ماتيريا اللي لازم استعمالها ستك بابي بايت سليف هنعمل تاست مع ثري بابي بس كرميل اختصار الوقت هنقاي ثري ميل أزرق أسود أحمر أول جرو بلشت فيه اللي طوقه لونه أسود قبل ما بلش أي اختبار لازم بعده شوية على المنطق اللي عيش فيها أول تاست بنحطه على الأرض و بنمشي قدامه و بنشوف إذا حيلحقنا في حال اللي حقنا بلا ما يلتهي بولا شي و بلا ما نعيط له بيكون نجح بأول تاست فينا نقول أول اختبار قطعه تقريبا تسعين بالمية تاني اختبار بجاري بمشي البابي سليف قدامه لحتى يلقطه و بس يلقطه لازم يضل عدد عليها و لا يفلتها بسهولة هذا الاختبار تقريبا قطعه 70 بالمية تالي تاست بدي حطته على شيء عالي و شوف شو رد تفعله مثل ما ملاحظين بس حطيته على شيء عالي و وقفه بطل يتحرك نعطيه 50 بالمية رابع تاست بدي قلبه على ظهر و شوف اذا يتقبل هذا الشيء او لا قطع هذا الاختبار تقريبا 60 بالمية نقاي نجره الثاني اللي طوء وأحمر و كمان بعضته عن الانفايرمنت اللي عايش فيه لأول تاست كان عبي جارب يضلي البونطالون حاولت بعضه قدمه فيني ولكن اصلنا على نص الطريق ام حاب ياخد استراحة خاصة بعد هك امدغري لحقني فينا نعطيه بأول اختبار 95 بالمية بالتاني تاست كان محمس كثير و عم بعضه مضبوط بس اذا عبتلاحظه كل ما قرب ايدي عم بفلتها حاولت جارب معه كذا مرة كل ما قرب ايدي انا يفلتها حاولنا نعطيه هون تقريبا 80 بالمية بالتالي تاست ما كان كتير فارقة معه عشواء صوت خايفان انه يوقع كان كتير منيح بهذا الاختبار فينا نعطيه 95 بالمية رابع اختبار كان عبي جارب يقوي بالاول بس رجعه فينا نعطيه 80 بالمية الجارب الثالث والاخير يلي طوق اللونه ازرق كمان رجعنا عادنا معه كل الاختبارات و باول اختبار تقريبا كان منيح فينا نعطيه 95 بالمية و قبل ما نبالش بتاني اختبار هون نحب انه يتغني شوية متل ما شايفين بهذا التاست كان كتير منيح عم بعد مظبوط و كنت عم بحاول قد ما فين يقشتوا اياها بس ما كان يفلتها و اكيد هيدا الشيء اللي نحن طلبينه بعد هاك جبت لستيك جاربت دقة فيه ما كان يفلتها ففينا نعطيه 98 بالمية بالتالي اختبار كمان حطيته على العلوم مثل اطمعه كمان بياخد 98 بالمية بالرابع اختبار حوالت كتير رائلوا على ظهره بس ما كان يتقبل كمان كتير عن بقاوي ففينا نعطيه 99 بالمية الثاني اخر سأضعهم كلهم مع بعض و جارب حمسهم لا يعدو هن وعدين بدي جارب ادقارهم بستيك اللي ما بيفلت و ما بيزهر بضل عدد معنا للاخر بيكون هو الأفضل بين هوتلت جراوي عملنا اختبارات بيان معنا اذا بدنا كالب درايفو عالي ساعدنا بالبروتاكشن كوركين دوغ انا جاروا اللابس طوء ازرق ان شاء الله كون فدتكن وخبروني بالكومنت اذا حابين تعرفوا اي معلومات جديدة كان معكم مكرم من بارك يورد اكاديمي